اشتركوا في القناة الله يرحمنا الله يرحمك يا حبيبي يا صالح ده في حيات كتير انا ما اعفواش خلاص اعتقد بقى ام ولا كلمة من انت قلتها ليها لازمة اتفضل بقى اروحوا على مكتبك لا لا بفضلك انت اللي لدي كل حاجة عشان انا بجد انا الكرسي ده جاب لي تسلخ انا حيز اقض في الكرسي ده انت باين عليك انك نسيت الاوراق اللي في البنك الاوراق دي ممكن تهد الشركة دي من اساسها لا لا ده انا معي الله اكبر بقى معاي عقود الشراكة اللي بينكو من حسين النشار اللي ايه بالميت كده بسم الله الرحمن الرحيم من عشر ل 15 سنة تلبسك الجلابية البيضة وانت مرتاح انت اجبت الحاجة دي من ايه ايش ده انا اجبت من ايه المهم ان انا معايا معايا نسخة ونسخة تانية ابعتها للنيابة ونسخة برضو امس بيها على حسين النشار في لندن عاوز ايه يا سامي انا عاوز اكتنب احدك وتدك لعن الله تمام وتسيب الكرسي ده او اللي هو يعني واسع عليك مباعبو عليك دي امبراطوريت البنهاوي في شغل بيزنس بيني والمصاد يا اخوي الله الرحمن تمام انا وليل عهد انا اللي جامل انت بقى توعادي في البيب مش انت كليك هي نصيب اللي هو الطنب صح؟ قاعدتي تتمططي وتلفي وتروحي كده وتروحي كده عشان تخديه انا هدولي كده بس يعني يزوه كده بسرعة همي حاجتك ودرتك ومجبك وبيتك وحاجتك صابوهاتك ودحت المكتب هم؟ انت تتعلم وانا هاستلم الشهر والورق اللي معايا الورق اللي معايا هيفضل معايا انت اللي عليك ان الورق اللي معايا تجيبهولك ان الورق ده متعلق بشغل اللي بيني وبن صدق الله رحمه وانت ما تردرش الخسارة يا نجيش يلا حاضر حاضر تكلع الله حاضر يا سيدي حاضرلك الخير يا اميرة حبك كده وانت وانت اسمعك كده بس انا يعني انا مش عايز اتخدم موضوع كده بشكل شخصي بتاع شغلي وبزنس وصدق اخوين الله رحمه خلاص راحة يا رفيق الاعلى انا دلوقتي يا ولي العهد انت ان شاء الله تاخدي بقى النصيب بتاعك بتعوضي بقى في البيت بقى تتجوزي تتحجري ده قرار شخصي براحتك بس انا عايز اعمل الفهم مهمة اوي اه لو سمحت يا مدوزي برش يعني ياريت تنورينا في المجتم حالا اه ده ده ما تجيب تعيب صح اه اه تحت امرك يا مستقسين اهلا يا رشد بعدش هتساعدينا كده بس مدام جيجي تلم حاجياتها اه طبعا ساعدها من عناي هتقوحشينا والله وساكيد بقى تعالي الناس يا روض اه فيه صبور فيه صبور تتباحها ده بقولك يا نعمة عار البتة اسمها ده حوار فاكسان وما حدش لعلاقا فيها وبعدين توتة خلاص اللي يدخلها في الموضوع دلوقتي تعتبر ماي اكس يا دي اشتري مني يا لك وانا عمري بعتلك حاجة مضروبة حاجة كلها مضروبة هنعم توتة يا رايداك وبتحبك يا كرم خش عليها كده بتقم حنية من بتوعك ونطة تبكرة شوية قدامها هتقع على طول وسترم في حضن كل اللطقم بتاعك خلصت والمحلة قفل وشطبنا وشمعنا بالشام على حضن طب يا اخوة خليك مزدق فر بقى ان انا حضرتك من اسماء بتاعك يا ببليل مزدق بقولك ايه؟ كنت عايز اسألك على حضا على الوقت إبليس ماله وإبليس دراكة يعني يا أخوة اللطقم اللي عمال يلبسها عالجزة من لميع عالموبايلة بتفاحة مقطومة من ورا يعني العز والنعمة بنت عليه قوي بالزيادة يا سلام والله انت خدت بالي قصة انا واخف بالي برضه بس ما عربش والله انت عارفة إبليس يعني ما بيصبش حاجة من عبه ما تيسأليه انت لا يا أخوة وانا اسأله ليه انا بسألك انت لا يفتكر يعني ان انا بعايره ولا عايز حاجة منه ده انا السبب في النعمة اللي هو فيها والآملة دي انا اللي فتحت له مغارط علي بابا يا حبيب والله يا العظيم يا نعمة ما عرف حاجة انت عارفة مانا بخبيش عليك حاجة بس هو يعني انت عارفة إبليس أول ما بيقرب من الفلوس عامل زي المكنسة الكهربائية بيشفط الفلوس شافت كده أول ما يقرب منها يعني كرب جنة يكون بقى كرموا بحاجة كده ولا كده الله أعلم على قولك على فكرة انا كمان ناوية نطة تنط في المية والنابنة ناوية نطة أصلا من بادري عشان الجو نار ومن زمان ما رحناش جامسة اتعبل يا لأ انا ناوية الصلعة ما بيكده اشتري عربية الله الله تلعب يا أهلي ايوا كده يا نعمة لا والله لا فشخرة يا اخويا ولا منظرة انا ماليش في الكلام ده هو انت خاطئ انا بس عايزة ترحم المقربازات وكل شوية درابلي سوية تاكس بيعاكسوني يا كورن يعاكسوك ايه؟ لأ دا انت تتحط سبعك في عناهم اه ه ه ه فشخاري وتمنظري عن راحدك دا انت لو عايزة تدوس يعلينا بالعربية —دوس يا نعمة مروح ما فيليع عليك العربية يا بنا ايه دا؟ ملك يا نعمة في ايه؟ نابا يا كورنان كلما باسمى حد بيقلك الاتين حمين بروح مفتكرة على الطول شريف يا قلب هو الوحيد اللي كان بيعبرني وسمعني كلامfs شريف يا قلبي انت بتفول عليها ليه نعم بفول عليك انت الطول يا معاك من اشبهك بيك خلاص ما تزعلش خلاص ما عليك تمت يلا النطف المقونا طول ما انت بتسمع كلامي وتنفزه احنا الاتنين هنكسب واتمن خالص مستحيل حد ممكن يربط ما بيننا انت كده حطيت جيجي في جيبك لما فهمتها موضوع زغلول انه بيقبض مني عشان سامي عايز يشغلوه ضد نعمة وحطت نعمة كمان في جيبك لما وضحت لها منضوع زغلول كأنك خايف عليها خليتهم هما الاتنين عايزين يخلاص من زي نعمة امان وجيجي والسامي كله في الامان المهم هنعمل ايه مع زغلول زغلول ده ايه يسيبك منه ده كنبارس المهم الكبار انا عايزان كلهم يخلصوا على بعض واللي يفضل منهم انا وانتا نخلص عليه ومن رابع المستحيلات ان حد فيهم يتخيل ان احنا الاتنين نعرف بعض خصوصا بعد ما جيت لسامي وقلت له اني عايزة اخد الورق احنا بالنسبة لهم ابعد من الشمس والقمر نبنت اللي قمر وانت اللي شمس انتي انتي لعبة بالجامد قوي ايه ولك ايه لازم اتحرك بسرعة بس عشان سامي ممكن يجي فجأة لا سامي قدامه وقت طويل اوي عالمي وقت طويل اوي اوي احنا بالنسبة لهم احنا بالنسبة لهم ايه 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 يعني يا باشا انا على حسب ما اتذكر كده ان حضرتك اكبر عدو العد البنهامي ده شيء يا سيدني مش شرف شرف ليك إنك تبقى عدو الأهل جوزي وأهل النونة اللي ببطني؟ وعادي كده بتقولها مش همك؟ أصلنا يا رجل أعمى الوطني فيسعدني ويشرفني إن أقف قصاد أي حد بيلعب ضد مصلحة البلد دي طب يا عم الوطني بقى ومكلمني ليه؟ وعايز مني إيه؟ لا أمكلمك عشان أعزيكي في المرحوم الشريف البناه ولا أرحمه؟ في نفس الوقت أهنيكي في المرحومة تشكر يا باشي وبعدين ولا أبي الله أنت ست طيبة قويها مدام نعمة عموماً خلي بالك من نفسك تفنو كان صعب قوي الناس اللي بتتعامل معهم دول وعمرك في حياتك ما هتشوف يحد الشبههم؟ يا باشا ما تبطل غلط بقى في الناس أنا مش فهمتك وذكرتك دلوقتي إن دول أهل النونة ما يصحش كده عب إيه وأهل النونة بينكروا ناسا بالنونة بيغلطوا في إنسان محترم زيك عارفة إيه؟ عشان الفلوس والنبي يا باشا الله لازيك ما تجيبش زالة الحاجات دي وعدين إحنا عائلة في بعضنا ناكل في بعضنا نضحم في بعضنا عادي أسرة مع بعض إنت بقى إلا دخلك وشري في قلبي بقى الله يرحمه كان حاكيني ومرسيني على كل حاجة حضرتك بقى عايزة إيه؟ عندك عقب بس هما كمان عندهم حق هارفت إيه؟ لأنك دخل عليهم أعتقد منهم ملايين ملاش أول من آخر هما بقى خايفين حد يعرف مصدر الفلوس إيه؟ إحكاة المصدر إيه؟ الخصوم اللي مبيني مبيني يعني ايه مش فاهم هفاهمك يعني صادق البنهاوي كان اكبر راجل فساد في مصر يا باش احب كده عم تعمل طلق في اهل النونا وانا قاعدة قدامك عيب ايوه بس شريف بقى كان غيره خالص ما كانش يا شبهه وانت لك حق تنفعي وانت بيش مستوعب اللي انا بهمه بس انا حزبتلك صاحب كلامي دي اوراق اخر صفقة عملتها البنهاوي جورو صفقة استراد قدوية عارفة منين منين من مصرعيون بس 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 ايه ببي قربي منك زعلني كده النهاردة وحكون زعلان مني ده نموت نفسي والله لا ايه حبيبتي مفيش حاجة ما كنت زعلني منك الله يتمنك امال ما لك بقى يا ببي قلبي في ايه عنتي ايه شوية مشاكل في الشغل خير يا خويا ما تحكيلي ما انت ايما بتحكيلي قول كده يمكن افهمك اتشفت حاجة كده بالصدفة مش ادرس البعث حتجنين خير يا ببي قلبي ايه قول بابا وعما ساميز ملو هيستوردوا دوا من اسرائيل يا مصبتي اسرائيل طلعوا جواسيس جواسيس ايه مش للدرجات يا نامي كابو انت انا مؤخذة يعني بتعمل كده لمعي عشان انت انسانة شريفة ومضيفة ومحترمة انا عايزك تحط ايدك في ايدي وتقف جنبي ووقف جنبك لحد ما تاخد حقك وساعتها ست بنفسيني في السوق زي ما انت عايزة ولما تاخد الشركة وتبقى باسمك هتلاقيني تحت امرك في كل اللي تطلبيه لحد ما وصلك انت والمنة لبرى الامان تفضل ممكن تبدأ مع التعيير هي حالة الوقت المستقرة شكرا يا دكتور سمحي لا أسألك شوية تسألة حضرتك فكرة من المحل الأشخاص اللي اعتدوا عليك فكرة شكل واحد بس هو طويل شوية فايع شعره أسود طيب حضرتك فكرة رقوم اللوحة المعدنية بتاعة العربية اللي اعتدت عليك لا بس هي عربية النص نقل بيضا يا صامر في ايه ما حصل طلعوا علي يا ناس شمموني وسقطوني انا مبيتش حامل يا رامس لا الف السلام عليك يا صامر ويا طار عارف مين عمل كده حضرت الامين لا لسا الله يا بشر بس حاجتها كلها مسرقة شكلهم كده شوية تعال ورد حرامة من اللي بتلاعوا علبوا الناس تلوا عليهم ممكن تكون من الخطة سقطت ولا حاجة طب وانت عرفت منين يا سمر؟ مش بتقولي ما كنتش وعيك؟ لا، انا عارفة تحبكت في المحضر ان انت بتتهم حد؟ ايوة مفيش غير البت الممردة دي اللي اسمها نعمة هي اللي كانت عندي قبلها على طول وهددتني ولما نسلت حصل كده ايوة مفيش غير اللي اسمها نعمة فين يما الكوارع؟ اهيان النبي يما الواد إبليس ده طلق واد جدع كل ما حاجة تقولي ان هو مش كويس تظهر براقته على طول وربنا يثبتلي ان هو واد جدع بصراحة من بعد موضوع زغلول المحامي ده لما جاء الهولي وانا حاسة كده يعني ان انا بقالي سند وضهر السند عليه طبعا يا حبيبتي مش ابن خالتك وبعدين ده تربيتش عايز انا ربي حاجة وتطلع عفشة طب بقولك بقى كنت عايز اقولك على موضوع كده بس ما تتزرزريش علي ايه؟ حشري النهار ده جالي المستشفى قطع وقطعت سيرته يما سمعي بقى ندمان وبيعيط هيتجنن عليك يكشيولا والنبي يما تتنزلي عن القضية اللي رفعه عند زغلول دي وترجعيه ابدا ده لما يشوف قرمه ودنه مش حلمت ودنه مش حسامه يام ده غالبانه طول عمرك مهزقه امار مطاق وبعدين يعني تذكري له حاجة عادلة وبصراحة ريخنا ودمه تقيل وقعدته بلطة زي بس يعني طول عمرنا بنحب ونا وتوتا ومعملناش حاجة واحشة والنبي يما لا تسمحين تقلبك طيب أتذكر له إيه يا أكتب أنا مش فاكرة له غير طبع الكشر اللي زي وشه لكن خلاص يا نعم مدام انت واختك توتا بتحبوه أجي على نفسي وأرجعه بس بقولك إيه يجي ديرك أعبحت رجليه ويستسمحه آه وسحيتها أفكر وصيبوني بقى وأنا هعلمه لك الآن الريحة اللي مالية الفيلا دي إيه دا؟ دا أكل آه يا أختي أكل بسم الله تعالي تفضلي كلي معانا مدام الريحة عقبك دا نمي جايبة الأكل دا من أحلى مصمت فبقاتاك أنا عند سيكا باكتيريا تفضلي معانا مالك يا أختي دخل قلبانا وشك ليه ومالها الريحة مش طيقها ليه أنت حامل؟ مالك عمنا زي فردة الجزمة اللي ملقاش أختي ليه أنا مش فهمة ولا كلمة بتقولوها بس الفيلا دي ليها قواعد الأكل عالصفرة مش هنا مالاش أعرف بقى أعرف لما بقى قرفك يا أولي أنت عللت الأدب لم والعرف دا من هنا هدا مش همتيل حاجة الولاية دي يا أختي دا ناعدة في مالكي ومالك النونة عايز هيدي ألشيله الأكل وربنا اللي هيشيل الأكل دا من هنا لكون رشأهوله فقرته ما بين عينيه ما تزعلش نفسك يا بيت اسم الله يا كواعد الحقيسة النعمة حكومة ايه؟ فين مادام نعم عبدالعام؟ دي ايه يا ابن؟ أنا عايزينك معانا بتشرفينا شوية في الاسم يا لا قوي كل الشكوك بتحوم حوالين ساوي بنهاوة يا زياد إزاي بس يا جلال أنت برضو ماشي ورا كلام البيت دي أنت عايز تقنعني أن سامي قتل أخوه وابن أخوه يا بشا ليه كل دا؟ وعشان خطر إيه؟ الفلوس الفلوس والنفوز والسلطة يا زياد بيخلوا أي حد يعمل أي حاجة قبيت لابنه وأخي قتل أخوه قبيل وحبيل هاملت أبوه عمه تاريخ مليان جرايم زي دي كتير بص سامي حاطت حوالين نفسه أسوار مش هتقدر تعديها يا بشا دا كفايا عبدالغفر من يوي لو أحده يا جلال اسمع كلامي وابعد عن الموضوع دا وركز بقى يا بشا معي شوية بقى أول لما تيجي عبير واحدة واحدة كده تدخل لها في الموضوع بس وعد موظهولي ما هي أخوانك في الاتهامات الموجهة الليك من المذكورة سامر بأنه كنت بالتحريض عليها بالإجهاد والله العظيم يا بشا المذكورة دي كدابة والله العظيم كدابة ما عملت لاش حاجة والله العظيم يا بشا مظلوم واينا كنت أثناء الواقع كنت في المكروباز واتخنيت كماما عسواء المكروباز عشان عشرة جميل الداني بقى طاع بقيت العشين جميل الدتاله وممكن اروح اجيبه لحضرتك عشان يشهد ان انا كنت راجب المكروباز وما هي طبيعة علاقتك بالمذكورة المذكورة دي ما ليش علاقة بيها خالص يا فندم احنا كونا متجوزين رجل واحد والله ارحمه توفى فما ليش علاقة بيها خالص وقولت في ان المذكورة قالت بانك انت كنت موجود عندها قبل الحدث مباشرة وهديتها بالاجهاض والله العظيم كدابة واينا كنت عندها قابس ما هديتهاش ولا حاجة تقدري تقولوا الي سبب تواجدك عندها ايه؟ استغفى الله العظيم يا رب بقى استغفى الله العظيم المذكورة دي بقى حمل مش من جهدها اصلا وانا كنت عندها باسألها ولا يا بنتي حمل من مين حمل من مين بس دي كل اللي حاصر قفل المحضر لحين العرض على النيابة أمين؟ تعال أخد أرمان في الحجز حجز! حجز! مش عجز أسلع صور! ربنا ما عمزت حجز! 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 أمين جاتة إيه؟ أنا ناكلية أهلاً أهلاً مش أصدق يا جنال أنا عملت إيه؟ أنا مرضيتش أقول لك غير لما أوريها لك منشورة إيه؟ بالبنت العريق وبالأحمر وكمان في الصفحة الأولى أهلاً 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 أهلاً؟ أهلاً أهلاً الأهلاً أهلاً أهلا Everybody ουμε أهلاً الأهلاً أهلاً أهلاً بى إحسنت على الانفردات الجامدة ده احنا نمسك الخشب دي اقل حاجة عندي يا ابني انا دايماً كده ربنا بيوقفني في سكتي ولادي الحلال الله يا العظيم انت صح عندي كأنا مثلا انت ايه ابن حلال عشان كده ربنا وقفني في طريقك لا ما تقفليش في طريقي هو وسع كده عشان عايزة عندي طب عبير انا اتكلمت مع جلال وهو موافق يعني ما عندهش مشكلة وقال لي اسألك تتجوزيني لا هي داخلت الحاجز واتعرض على النيابة بكرة الصبح حاجز ليه بس يا ابني دي بنتي مظلومة ده مزقوق عليها والله دي بنتي طيبة وبنت حلال وعمرها ما بتعمل حاجة وحشة أبدا انا معرفش هي حاجة والله نعمل اتصل بزغلول تليفونه مقفور واضع ان حضرت التليفون في حتة فيها بات سجنال بات ايه بات سجنال مفاش شبكة عارف الاسكت بقى اسكت انت تخرص خالص ملاكش دعوة وبعدين زغلول مين يا اخوي ده محمي عجر انت فاكرني مستغنية عن البيت وبعدين انت ايه اللي جابك ايه اللي جابني وانا جايز سيمة انا اقول معرفت النعمة في فارطة قولت اجعف جمدها ما ايه زيب انت بالزبط ايه اللي جابك انا قطر خيره نواقف معانا ياختي احنا مش عايزين خيره ده ربنا يكفينا شره وخيره وبعدين يا ابليس يا ابني هنعمل ايه ولا قابلين يا خلتي انا عطل على سامي هو اللي معا حد الموضوع ده كله يالله سلامي شد حينا حبيب دمك يا بنت امام انا عايز اخش له هتبط جوه ازاي لوحدها دي خلاص يا اختي ابتحي عمك حشري وخش عوجي معها جوه يالله ابتحيه وسياحي دمه يالله عشان تبقى انتوا الاتنين يا ميلة بختك يا بنت يا ترى عاملة ايه جوه مع النشلات والحرميات وبنات الليل صلى على النبي يا تبار يا قلب أمك يا أختي صلى على النبي ده محد يجي لقينا كده عاملين دوش علمنا في بوكس اعمل ايه يا أختي اخش لك إزاي ابتحي وسيحت أمه واخش لك يا بنتي اصلى بدل ما حد يجي للمنا في البوكس انا وانتي اه يا اجي اه يا اجي عبيبتي يا بنتي عبيبتي يا بنتي اه يا اجي يا أول بغتي يا بنتي تفتكر إيه اللي هيحصل لسيمي لا يا روش لا يا حبيبتي لسه بدري قاوة عاللعبة ما تخلص احنا هدول بلسه ها فأول بجينا عملت ايه مع نعمة عملت زي ما انتي قلتلي بالزبط بعدين والله حرام واحدة زي دي تاخد الفلوس دي كلها عمري دا ما هيحصل سيبهم بس ياكلوا في بعض شوي طب انتي ليه صممت ان انا هكديها الورقة دا عشان عايزها تبقى ماسكة حاجة ضد سيمي عايزة تجيله الدربة من ناس هوا مش متوقحهم ايه بس ممكن برمي البتة دي تخاف تترعش مهما كان برمي دي فلوسها ما هي هتخاف فهتلعبوا وهم الاتنين يلعبوا بعض واحنا نتفرج عليهم وناخد الفلوس في الاخر تصدقيني لو اقولك ان انت دماغ اصدقك الخبر دا يا جماعة مش هيضمر الشحنة بس لا هيضمر المجموع كلها احنا كده نخسر كل حاجة انت اللي عملت نفسك كده سامي كان قدامك مية طريقة تانية تكسب بيها نفس الفلوس بس انت بقى اللي اخترت السكة دي وبعدين يا جماعة هنعمل ايه البيت اللي كاتبت الخبر دا لازم لازم تختفي من علاج الناس ابليش استنى كابوتة استنى انت نعمة بانتخالتي محبوسة ليه بهواك نفسي يا عصر نعمة بانتخالصة نعمة بانتخالصة لازم بانتخالصة يمشي نوداني هاتي والله يا حسيبي اتمنها دي مابلوني البلد فيها تسعين مليون واللي عمل كده في صمر موجود معانا في القوضة هنا ونعمة بانتخالة مرمية في الحجز بانتخالة في إبليس وإبليس مش هيقف يتفرق تنبلب عيلا وإذا تتكلم أصلا كده معانا انت نسيت نفسك ولا إيه؟ انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ هم ساعتين زمن ونعمة تخرج برا الحجز ياما عليا وعلى أعدائي الله، انت بتحددنا؟ وبعدين خد هنا انت من إمتى يعني بتهتم بانتخالتك؟ أو أي حد غيرها؟ دلوقتي بيت بانتخالتك؟ مزاجي مزاجي إنها بانتخالتي ومزاجي جايب للنعف معاها في مشكلة؟ اه، وانت بقى حسبتها ولقيت مصلحتك معاها أوكي عايزين تلعبوا على المكشوف نلعب على المكشوف اعتبروها مصلحتي معاها وانتو مصلحتكو تعملوا اللي أنا عاوزه ولا تتجمينتو ولا إيه؟ إرسى كده وعرف انت واقف فين؟ انت مجرد سواق يعني انت ولا حاجة بس يا باشا وانا مهتلكش أنا استقلت خلاص لا فيه خدام ولا فيه سواق والرأس اللي كانت مططي خلاص اترفع والروس اتساوت ونعمة لو ما خرجتش استقلتي مسببة وأنا المسببة بتاعتي هتعور ناس كتير ها؟ هتعور ناس كتير موسيقى اللي لبسها التلبيسة دي واحد ابن حرام ايده طيبة بس ما تخافوش طالما زغلو لأخويا معاها جوة هتلاو يدولاتي يجايبها في ايدي لو ما عملش كده قوله علي عيل طب يا أخويا لما نشوق هتشوفه هتشوفه اه يا متر عملت ايه؟ للأسف ما هتبقت عشان انت تعرض عن نيابة الصفية يا لأ اهوه عيل طب والأكل والعصير يا عم زغلاتي؟ لا الأكل والعصير دخلولها لا في الحاجات دي أنا عشاطر وبعدين أنا عايزكوا تدعولها عشان نعرف نخرجها من نيابة بكرا ان شاء الله تدعولها لا بصوا جماعة بقى احنا المفروض بقى ندور له على محامي الشاطر كده ايه؟ ما انت ده دخلت لها العصير كفا عليك أو كده؟ اه محامي شاطر برضه عشان يعرف طلحها كويس يجبر بخاطرنا كلنا ربنا معاك يا بنتي قهرتيني يا نعمة الله يخرب بيدي الفلوس الله ينعل الفلوس وينعل أبوها وينعل أبو كنتو كمان والشقه نحص عليك هتفزت النيلة بتقول لك اه اه مش انت جوزة؟ في واحدة بتشتم غير جوزة؟ بس طلاصير مين لعما عبد العاد؟ ايه خروق براك؟ خروق ايه يا أختي؟ هتتفحه ولا لا؟ تتر يلا فاطمة عايزين تضع كشر حرارة؟ هجبهو لك ملاها اللي بيشارشة اتوقع تعمل يا مرحب يا بس الفلوس عايزة ايه؟ بعيدة عنك يولا عايزة ايه؟ نعم العايزة ايه؟ مرفري جابنتي كادة يا بنت اوعي طيب ومات كادة تجل ايه؟ اذا ما اخد عمرك؟ لا اللي بطنة? هتنزمك ايه؟ لا اوعي 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 اتوقعي اهدتك اتوقعي اتوقعي اهدتك 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 حاضر يا فرمي اتوقعي حاضر بس انا جاي لحضرتك عشان اقولك ان الكارسى دي هتضمرنا كلنا فلازم سيادتك تتصرفه هو فيه يا سامي انا عرف اخوك صادق من اكتر من خامسة وعشرين سنة مشاكله كان التكاد لا تذكر كان فين وفين لما يحتاجني لكن انت من يوم ما مسكت مكانه وكل يوم فيه كارسى مش مشكلة والله يا ناس يا فاندم يعني انا مش جاي لحضرتك عشان تعملي جدول مقارنة بيني وبين اخويا صادق الله ارحمه انا جاي لحضرتك عشان اقولك ان دي كارسى هتضمرنا كلنا حالك فاهمني كلنا مش انا الواحدي وناس كبيرة قوي في البلد وبلاش اتكلم حاضر يا سامي انا هحاول بس المرة دي الموضوع كبير قوي الموضوع انتشر ومصر كلها عرفته والجرائد الاجنبية ترجمته وانت بغباءك حولت الموضوع لفتيحة دولية ماشي معلش يا فاندم تعال على نفسك شوية بس نعد المحنة حاضر يا سامي احاول ولو خلص ده هيبقى اخر حاجة بنا وبعدها مش عايز اعرفك ده انا ما عنديش تعداد اضحي بتاريخي ده كله علشان اغبية زيك الله يسمحك حقك علي يا فاندم اعدي بس الحفرة دي وانا بشارة فيه أوعيدك بروميس لا اعرفك ويكون احسن باردو ناسي سلام تطلب يا